ما هو الشيء الذي خلقه الله ونفخ فيه من روحه؟ السؤال الثاني ما هي السورة التي تنتهي كل آياتها بحرف الدال؟ السؤال الثالث ما هي السورة التي تحتوي على سجدة في نهايتها؟ السؤال الرابع من هو النبي الذي كان يعرف بشدة الجمال؟ السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع ما هي الحشرة التي وصفت بالعذاب في القرآن؟ السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع كم عدد الأجزاء الموجودة في القرآن الكريم؟ السؤال الرابع السؤال الثامن من هو الرجل الصالح الذي رافق موسى عليه السلام السؤال التاسع من هو النبي الذي كان يعرف بالحلم والصبر؟ السؤال العاشر ما هو البحر الذي انشق لموسى عليه السلام؟ السؤال الحادي عشر من هو أول من خط بالقلم من الأنبياء؟ السؤال الثاني عشر ما هي الصلاة الواجبة على النساء حتى وهن حائضات؟ السؤال الثالث عشر ما هو الشيء الذي وصفه الله بأنه ثلج النار؟ السؤال الرابع عشر ما هو الشيء الذي خلقه الله ورفضت السماوات والأرض حمله وحمله الإنسان؟ السؤال الرابع عشر السؤال الخامس عشر ما هي الصورة التي سميت بنهر من أنهار الجنة؟ السؤال الرابع عشر السؤال الرابع عشر السؤال الرابع عشر السؤال السابع عشر من سيهدم الكعبة في آخر الزمان السؤال الثامن عشر من هو النبي الذي كلمه الله مباشرة بدون وحي السؤال التاسع عشر من هو أول فدائي في الإسلام؟ السؤال العشرون ما هي السورة القرآنية التي نزلت كاملة؟ اكتبوا الإجابة الصحيحة في التعليقات